غالبا ما تكون العقوبات الدولية على اقتصاد دولة ما سببا في اخضاع نظامها او اسقاطه في نهاية الامر الا اذا اعتمد نظام تلك الدولة على اسلوب العصابات والميليشيات في تمويل مشارئه التي من اجل ايقافها فرضت تلك العقوبات تحت هذا الوصف ذكرت مجلة فورين بوليسي الامريكية ان الحرس الثوري الايراني سيكون في مقدمة المستفيدين من عقوبات واشنطن الاقتصادية على طهران حيث ستزدهر ثروة المهربين من خلال بيئهم النفط في السوق السوداء وبطرق غير شرعية ويأتي الحرس الثوري في مقدمة هؤلاء المهربين الذين يعتمدون اساسا على الكسب غير المؤسسات في انماء ثرواتهم المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الايراني وضع خطة تجعل النفط الخام متاحا للبيع للافراد بدلا من قوننته في وزارة النفط وبناء على تلك الخطة سيتم تخصيص ما يصل الى مليون برميل نفط يوميا للبيع الحر وهذه الكمية بحسب فورين بوليسي كفيلة باستمرار الحرس الثوري في تمويل الميليشيات المرتبطة به في العراق وسوريا ولبنان واليمن وترى فورين بوليسي ان الشركات والمؤسسات الحكومية في ايران لا توفر سوى القليل من السيولة المالية للحرس الثوري الذي يحترف تهريب النفط والمخدرات والسلع الاستهلاكية منذ امد طويل بحيث لم يتأثر في العقوبات السابقة التي تلقاها نظام خامنئي اكثر من مرة وتشير تقديرات صدرت عام 2007 ان الحرس الثوري يجني سنويا 12 مليار دولار من عمليات التهريب ومن اجل هذه الحقائق تقول فورين بوليسي ان مسؤولين في ادارة ترامب شددوا على ضرورة متابعة الطرق السرية للتجارة السوداء في ايران واجاد سبل لاغلاقها بما يضمن تجفيف منابع المشاريع التوسعية لنظام خامنئي ترجمة نانسي قنقر